وفي إطار خطط التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين شهد عام 2023 إنجازات عمرانية وإسكانية كبيرة تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية وبدعم متواصل من سمول العهد رئيس مجلس الوزراء شهد عام 2023 تدشين العديد من المشاريع المتعلقة بالتطوير العمراني والإسكاني وجاء الأمر الملكي السامي لجلالة الملك المعظم بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بهدف الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية وقد قام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى محافظة المحرق حيث تم إطلاق خطة تطوير مدينة المحرق لما لها من مكانة خاصة في قلوب أهل البحرين وفي عام 2023 تواصلت جهود وزارة الإسكان لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي تطلعاتهم ويتوافق مع رغباتهم وقدراتهم من خلال استكمال بناء المدن وتنويع مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ للتوجيهات الملكية السامية وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 6800 خدمة إسكانية للمستفيدين شرعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعمليات التوزيع كما شهد العام 2023 تفضل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برعاية حفل افتتاح مشروع مدينة شرق ستر الإسكانية وهو ما يعكس حجم الدعم الكبير الذي يوليه سموه لقطاع الإسكان وتنفيذ المدن الإسكانية بما يحقق تطلعات أبناء الوطن الأمر الذي يسهم في توفير السكن الملائم للمواطنين